جبهة النصرة تستكمل في شمال سوريا حربها على فصائل المعارضة المصنفة معتدلة من حلب إلى إدلب قبل أشهر نجحت النصرة في طرض جبهة ثوار سوريا أبرز مكونات الجيش الحر من معقلها في إدلب وها هي اليوم تحاول تكرار السيناريو مع حركة حزم المصنفة أيضا معتدلة والمدعومة من الغرب الاعتدال صار ضربا من المستحيل في شمال سوريا فتحت وطأة حرب شرسة شنتها النصرة على حركة حزم فهي الحركة تجد نفسها مضطرة للانضواء تحت عباءة فصائل إسلامية لتحفظ رأسها حزم اليوم انضمت إلى الجبهة الشامية المؤلفة من أكبر الفصائل الإسلامية المقاتلة في شمال سوريا وهي الجبهة الإسلامية جبهة الأصالة والتنمية كتائب نور الدين زنكي تجمع فاستقم كما أمرت وجيش المجاهدين الجبهة الشامية التي يقال إنها مدعومة من تركيا كانت تشكلت في كانون الأول الماضي فارضة نفسها لاعبا قويا في الشمال السوري من بين ثلاثة لاعبين يتقاسمون النفوذ بين حلب وإدلب وهم تنظيم الدولة الإسلامية جبهة النصرى والجبهة الشامية لكل من هذه القوى أهدافها داعش مهتم بإقامة دولتها والنصرى عينها على إمارة مستقلة أما الجبهة الشامية فما زالت تقول إن أولويتها إسقاط النظام ولكن ماذا لو جرها الصراع إلى فتح معركة مع داعش والنصرى ترجمة نانسي قنقر